الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوذ وليهم ولا الضالين أمين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون الحق من ربك فلا تقم من المهترين الحق من ربك فلا تقم من المهترين فمن حاجت فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمسجدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أردابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أبلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم بما لكم به حي فلم تحاجون فيما ليس لكم به حي والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهديا ولا نصرا ميا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هو نابى النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هو نابى النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتدهون الحق وأنتم تعلمون الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعير المرض بعليهم ولا الضالين آمين يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون وتكتمون الحق وأنتم تغلمون وقال الضائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجن النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون الله هو القرل العظيم يختص برحمته من يشاء الله هو القرل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطان يؤده إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأممين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بإهده والتقى فإن الله سيحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وعيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم بالآخرة ولا يكلمون الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عزام أليم وإن منهم